بما انك في النظام الطيبات فانا اؤكد لك ان شاء الله انك مش هتندامي لما تشوف الفيديو ده لانك ببساطة هتتعلمي ازاي تمشي على النظام الطيبات صح وتصبري عليه ايا كان سنك ومرضك والموضوع هيفرق معاك جدا وهيكون واضح وصريح وفعلا هيحقق اهدفك فيا صباح الخير والامل والتفاؤل والطاقة الايجابية على الحلوين الطيبين فالنهار ده اخدكم في رحلة سريعة كده في يومي يومياتي في النظام الطيبات بما اننا بقى في شهر رجب كل سنة وانتوا طيبين فاكيد الصيام بيبقى كتير في الاشهر الحرم كمان الصيام حلو معنا او في نظام الطيبات ولو فواية كتير جدا الصيام بيخلي الواحد خفيف كده وبيبقى نشيط وبيعمل حاجات كتير وبينجز حاجات كتير في بيته وبرى بيته كمان فخليكم معايا بقى النهار ده لاخر الفيديو هنتكلم في حاجات كتير تهم النظام الطيبات وتهمنا كلنا طبعا وهنشوف كده مع بعض اهم 3 طرق مفيدة في رحلة التشافي في نظام الطيبات ممكن يكونوا 3 وممكن يكونوا اكتر فالكلام طبعا هيجيب بعض وكله حاجات مفيدة ان شاء الله بس اهم حاجة نصلي على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام وبما ان بقى اليوم ده كنت صايمة فالصيام الصح فعلا في نظام الطيبات هو الصيام النهاري اللي هو الصيام الاسلامي مش بتاع بالليل واحنا نايمين هنعمل تمارين او هنعمل حاجة مهمة او في عندنا مذاكرة او تفكير في مستقبل مثلا لازم نكون صايمين ياريت لان مفيش حد بياكل بيعمل حاجة مهمة او يفكر لان الجسم بيكون في حالة مختلفة خالص فلو هتنام كل الاول قبل ما تنام وبعد كده نام علشان مش هتقدر ان انت تجي كويس في الحاجة اللي انت هتعملها فعلا الجسم بيوخم كده وبيهدى كده وبيبقى ريلاكس وبيوظ خلاص ان هو ينام فالصيام حلوة اوي منكون ناشطين كده واحنا صايمين النشاط اهو قدامكم مية مية بلمع البتاجاز هو مش محتاج اساسا اي حاجة بس بحب اشوف اللمعة فيه لاني دايما بخسله اول بول بعد كله اكله فما بستناش عليه كون عليه مثلا دهون او حاجة يبقى صعب علي في التنظيف فالصبح كده لقيت نفسي عنديش حاجة عملها لا لازم اعمل حاجة ولازم اعطيب نفتي لو قفت بقى لماعه كده لغاية مخلصته كده وارتحت البنات اللي بيقولولي ان هم دايما بيحسوا بالجوع ودايما بيحسوا ان هم عايزين يكلوا ما تخليش عندك وقت فراغ خالص اشغلي نفسك باي حاجة وموضوع الشهية المفتوحة دايما اقفلي الشعور ده وما تخليش عندك اي فراغ الفراغ العاطفي ما تفكريش ابدا بعاطفتك اقفلي الشعور ده لاحظت في الفيديو اللي فات كزا كومنس بيقولي ان احنا خلاص عايزين نخرج من نظام الطيبات بس مثلا اللي مصبرني عليه تحسن الجلد والحبوب اختفت والبقع كلها اللي على الجلد مش موجودة وطبعا الجلد مراية للجسم فاكيد فيه تحسن في نظام الطيبات مع ان مثلا الوزن بيزيد والحمد لله في نمازج تانية ايجابية كان فيه كوليسترول عالي ودهون ثلاثية قبل النظام والالتزام ثلاث شهور بالنظام والحمد لله كل حاجة تزبطت انا كدينا بقول لكم تمسكوا بالنظام علشانكم انتو مش هتخسروا اي حاجة استفادوا منه واخدوا منه المفيد وكل حاجة يعني ضرع حتى لو في المسموحات تجنبوها واخدوا كل حاجة مسموحة باعتدال اختنا غصون هنا بترد عليكم كتجربة نجحة في نظام الطيبات بتقول لكم انا بس عايز اقول للناس الحلوين اللي معانا في نظام الطيبات واكد على كلام دينا انه لازم تكونوا صابورين لان اجسامنا تعبت كل السينين اللي فاتت مش هتتصلح في يومين ولا حتى شهرين قدوا نفسكم فرصة وحتى لو بتزيدوا في الوزن فترة وهينزل تاني ويكون جسمكم مرسوم رسم انا وزني واقف على 63 كيلو لكن جسمي بقى مرسوم وبيحلو يوم عن يوم بتدي برضو مثال الاكلها في يوم واحد انا ماشية زي دينا بالزبط بصحة من النوم بشرب مثلا كوباية كاكاو بتلات معالق سكر وحتة اشتا معاهم كوباية مية وزا كنت عايزة اشرب باشرب وقطع بعدها الاكل على طول وصوم من 6-8 ساعات وبعدين باكل اتنين توست شوية رزه وحبة شربة وبزود السمنة وباشرب كمان عصير قصب والخلي يوم بعد يوم ما تستسلموش احنا ابطال الدكتور دياء العوادي ابطال نظام الطيبات ولو تسمعوا الهجوم والكلام اللي انا سمعتوا لكن وقفت مع نفسي وقفة وقلت ما انا كمان كنت باكل فراخ وزبادي ولبن وشاي ونسكافيه لكن ربنا فتح لي باب الدكتور دياء العوادي وكتب لي اني افهم واستوعب خليكوا على نظام الطيبات ولما هتصيروا بصحة وترجعوا وتخسوا اللي كانوا بقى مش مقتنعين بنظام الطيبات عايزين يعرفوا ويتعلموا منك وبتقول ان زوجها كان مريض سرطان وبياخد ادوية كتير وبيتريق عليها وعلى النظام بتاع الطيبات در ودلوقتي بيسألها وممكن ينفعني لو مشيت عليه اهم حاجة نكون فاهمين ان كلام الدكتور دياء العوادي هو الصح وان احنا على الطريق الصح وبكرة هتشوفوا النتائج ربنا يتم شفاكي انت وزوجك وكل مريض يا رب وكل من شاهد الفيديو ده وكل من قال امين اظن بعد الكلام اللي احنا شفناه وقريناه وسمعناه وكل ده مش هنحتاج بابدا ان احنا نتكلم تاني في موضوع ان احنا نتمسك بالنظام وطبعا النظام مش اجباري طبعا بس فما الواحد بيلاقي اي تحسن فيه او اي حاجة فيه تزبطت ويرجع تاني للنظام اللي كان ماشي عليه طول حياته يعني مثلا النظام اللي بيصلح مثلا البشرة والمود والسواد اللي بيبقى تحت العين والنوم والام المفاصل والالام العظمية والالتهابات بتاعة الاعصاب استحالة يبوز شكل الجسم وبدل ما نقول مثلا وزنينا زايد على النظام نبص كده على جسمنا بطني نزلت ولا لأ جسم اتنحت ولا لأ العضلات طلعت شوية ولا لأ لان ما فيش وزني زايد لا لان العضلات والعظم لهم هما كمان وزن وكل ما نلتزم كل ما الجسم كله هيتزبط فدي طبعا خطوات مهمة جدا وطرق مفيدة جدا في رحلة التشافي في نظام الطيبات وطبعا ميزة جديدة في نظام الطيبات ان احنا هنا بنفيد بعض وبنتعرف على بعض وان احنا كلنا هنا عيلة واحدة وبنقوي بعض ان شاء الله على الخير شفتوا انتو اللب السوري طبعا مسموح هو ده شكله عشان بنات بيسألوني انا بجيبه بحطه في الطبق في المايكرويف وبحمصه حوالي دقيقة كده علشان يعني يتحمص اكتر يبقى فرش واسيبه لغاية ما يبرد خالص وحطه في برطمان ازاز بيفضل فرش لاخر حباية موجودة في اللب دي طريقتي وانا بحبه قوي قوي وبجيبه على طول اما بالنسبة بقى للبلح الرطب ده فانا عملت منه مربة وطبعا الطريقة اساسا موجودة على القناة بس كانت قبل نظام الطيبات فانا حط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف طريقة مربة البلح لنظام الطيبات طريقة سهلة جدا جدا ومفيدة قوي وحتعجبكم قوي قوي احتواج معاكم بالسنة في التلاجة وحتبقى حلوة قوي معاكم في صحور الايام دي وفي صحور رمضان ان شاء الله بمناسبة رمضان بقى شايفين مهلبية امر الدين اللي الدكتور بيقول عليها انها حلوة قوي وهو نفسه بيحبها طريقة سهلة جدا جدا حتى انا ما صورتهاش هي نفس طريقة رز بلبن اللي انا عملتها الفيديو اللي فاتي ميا وسكر ولفة امر الدين حطتهم على النار لغاية السكر مداب وامر الدين كمان داب في الميا والميا سخنت كده وقربت انها تغلي حاجب كوباية احط فيها ميا من الحنفية ومعلقتين من النشا وانزل بالتدريج لغاية مآخد القوام اللي انا عايزاه في المهلبية بتاعة امر الدين واخركها خلاص احطها في طباق وازينها بقى بأي مكسرات عندي او جوز الهند او زبيب او اي حاجة من المسموحات الجميلة اللي معنا اللي كمان اللي هي الفواكه المجففة مسموحة جدا معنا حاجة الوحيدة اللي هتنزل في الوزن هو الصيام مش الرياضة هي الرياضة اساسا مش معنا وخصوصا المشي يعني اللي عنده ديسك واللي عنده انزلاج غدروفي واللي عنده خشونة والكلام ده ماينفعش معايا رياضة انا بالنسبة لي بنزل بس بالنسبة لمثلا اشتري حاجة على قد الشراء وخلاص وارجع على طول وبرجع تعبانة كمان لان فعلا اللي عنده الام في المفاصل المشي بيزود الالم فعلا فاي حد عنده الام في المفاصل مايعملش رياضة اللي هو المشي مثلا لما يتحسن يتحسن بس يبدأ ان هو عايز يمشي او عاوز مثلا يعمل رياضة المشي فشوية بشوية كمان ومش على طول لكن مثلا الرياضات المسموحة اللي الدكتور قال عليها اليوجا السباحة اولا واخيرا يعني نظام الطيبات ده مش سحر مش بمعنى ان احنا هنمنع الممنوعات مثلا النهاردة او الشهر ده الشهر الجاي هنطلع نجري في الشارع لأ طبعا دي دراسة الدكتور اخد فيها سنين ومنع حاجات وسمح بحاجات ومشي كمان بتكنيك اقفل بقك خالص ده الاساس بتاع الموضوع كله فحضراتكم يعني لما نمنع ونصوم ونشوف جسمنا ونسمع له ان شاء الله لو في استجابة يبقى تمام كده ونكمل وتيجي بقى لصاحب المفتاح والفكرة علشان هو الوحيد اللي فاهم وعارف ودارس ومدام جسمك استجاب ولو بنسبة صغيرة يبقى ان شاء الله جسمك هيقدر انه هو يكمل واكيد اصلا مفيش جسم يشبه التاني كل جسم له خريطة وكنتيجة طبعا مفيش نتيجة تشبه التاني مبارح لما نزلتلكم فوت على المنتدى وقلتلكم اي رقم من الارقام اللي انا منزلها لكم في الهدية اللي جات لي دي مناسبة لنظام الطيبات كلكم طبعا قلتوا على علبة السردين طبعا هي اهم حاجة هي والورد فعلا هما دول احلى حاجة في النظام الطيبات نسيت اوريكم كمان المدالية الجميلة دي هي كمان جات لي هدية واستكمالة لدعمكم لي اتمنى تكونوا عملتوا لايك للفيديو ده دلوقتي وعملتوا شير كمان ابعاتوا القناة والفيديو لاصحابكم وقريبكم هما كمان يستفيدوا ويبقوا معنا في نظام الطيبات ويشتركوا معنا في القناة وعيلتنا تكبر اشتركوا معايا في القناة وفعالوا الجرس بمناسبة المهلبية بقى اللي انا عملتها الفيديو اللي فات يلا نشوف التطبيق الامر ده اللي اتبعتلي على انستجرام جميل جدا جدا واتبسطت جدا منه لان المئاتير كانت مظبوطة بالهنة والشفة للأسف مش عارفة الاسم ايه ياريت تكتبيلي اسمك فيه كومنت الوقت فات بسرعة والمغرب أزن وطبعا جبت معايا وانا جاي عصير قصب عصير قصب احلى حاجة على الفطار جميل جدا جدا ومغزي لما نكسر بالسيام يعني نكسر بحاجة مسكرة كده زي الدكتور مقال او طمر مثلا او رطباط او حتى مية بسكر عصير القصب ممتاز جدا جدا على قد ما تقدروا شربوا عصير قصب واحلى حاجة كمان بقى في الصيام لو مثلا فيه شكوى من انتفاخ او فيه غازات في المعدة الصيام ممتاز جدا ان هو يقضي على الغازات والانتفاخات دي احسن حاجة ان احنا نباعد بين فترة الاكل والتاني ما نخد جيء خالص في اي حاجة نتأكد زي مثلا لو فيه حلوة طحينية او فيه حلوة عادية او لانشون مثلا نتأكد ان ما فيهوش دقي كمان لو بنشرب قهوة خلي المكان اللي احنا بنشرب يعني بناخد منه القهوة البنة ده يتحن قصتكم كده عشان تبقوا ضمنين ان هو مش متضاف لي اي حاجة حبيبتي اللي بتسأل بقى ان عندها بتنزل فعلا في اللميزان والسكر عندها اراياته بس عالية المهم ان تكون صحية الكويسة ومش تعبانة من حاجة ولو كويسة اتطمني مع الوقت وكله هيتزبط عايز اقول لكم نظامي في الصيام من السنة اللي فاتت انا زي ما شفته كده بافتر على حاجة مسكرة حاجة من الحاجات اللي انا قلتلكم عليها دي وبعدها باخد فنجان من القهوة ده على اداني المغرب بعد كده بقعد بقى برحت الغاية لما حس بالجوع مثلا على الساعة 9 او للساعة 10 كده ابدأ ان انا اخد الوجبة بتاعتي اللي هي الفطار بتاعي والنهاردة الحمد لله كان عندي الفطار بتاعي موجود عندي انتوا عارفين بقى اليوم مثلا اللي يكون عندي الفطار او مثلا الغدى بتاعي موجود بقدر ان انا ننزل في اليوم ده مثلا اعمل مشوار اروح لدكتور اعمل تحاليل اقضي مصلحة يعني اليوم اللي انا بنزل فيه بقى معامل حسابي ان انا عندي اكل موجود لان انا مثلا مش بقدر ان انا انزل في يوم وفي نفس اليوم اجي اعمل اكل دي معلومة يعني على السريع بقول لكم عليها انا ماشي على السيستم ده طيب نرجع تاني بالنسبة للصيام اخد بقى الوجبة بتاعتي دي ساعة لما اجي اجوع خلاص اخدتها لو في الايام العادية مثلا في غير رمضان يعني خلاص تفضل الوجبة اللي انا اخدتها دي لتاني يوم مثلا تاني يوم مش هصوم اجي بقى لتاني يوم اما اجي افطر الصبح لما حس بالجوع برضو اخد وقت بقى زي ما انا عايزة يعني انا كده في اليوم ده اخدت وجبة واحدة بس والفطار بتاعي ده مثلا اللي انتو شايفينه كانت اخر وجبة قبلي مثلا على الساعة ستة مساء كده او سبعة كان غدا برضو لاني ما تصحرتش اليوم اللي قبله كان الغدا لتاني يوم الفطار اللي بعده ده زي ما انتو شايفين ده حالي في الايام الصيام بتاعي في الاشهر والحرم مثلا زي اللي احنا فيها دلوقتي حبايبي برضو اللي بيقولوا انه هما مش بيقدروا على وجبة واحدة خلاص لو انت مش طايمة خلاص يبقى اخرج وجبتين حاولي بس يبقى ما بينهم فترة طويلة من الصيام ومش لازم من اول يوم تبدأي صيام فترة طويلة كل يوم زودي ساعة اول يوم مثلا ثلاث ساعات ما بين كل وجبة والتانية تاني يوم اربعة تالت يوم خمسة بالتدريج كده معدتك هتاخد على قلة الاكل ومش هتشتهد الاكل على طول كمان نفسك هتقفل شوية بشوية ده رز مسلوق عادي جدا في الاخر هحط له زبدة تسيح بقى مع الرز السخن ده ودي كباية من الشربة او مرقة عزام البكر اللي كنت عاملها هنا معاكم في القناة عندي منها كمية محتوطة في الفريسر فبطلع شوية بشوية كده على قدي واخد لي كل يوم كده كباية حسب الاكل اللي انا باكله والزيتون الاخضر ده بصراحة ما بيتقطعش من عندي حلوة اوي كمان يعني بيحلي الاكلة شوية وبيخلي الواحد يعرف يبلع الاكل انتو كده برضو زي لازم تاخدوا حاجة مخللة كده جنب الاكل لو حتى رز وشربة كده الوحدة هيظهر لكم دلوقتي الفيديو اللي فيه الرز بلبن ان شاء الله تعملوه تعرفوا طريقته وتبعتولي التطبيقات بتاعتكم على انستجرام كمان هحط لكم اللينك بتاع مربى البلح للنظام الطيبات في صندوق الوصف تحت الفيديو هتمنى يكون الفيديو عجبكم باي باي حلوين ترجمة نانسي قنقر